السلام عليكم بنات مرحبا بكم معايا اتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة بالنسبة للفيديو اليوم ان شاء الله غدي نخدموا هدى المفرش اللي كتلاحظوه اللي غدي يكون عبارة عن مجموعة من الدوائر اه وغدي يكون شرح مبسط في الفيديو ما عليكم غير تكملوا الفيديو للاخر قبل ما غدي نبديوا فتفاصيل متنسوا مشتروا الاشتراك انتبهت لحل الناس الجدد اه ولايك الفيديو وتعليق خلو لي تعليقاتكم اه اللي كتحفزني وتشجعني باش ندير زيد اكثر اه من الدروس انا بدي والان في في المفرش دينا كما كتلاحظو انا هنا اختفت للصورة مع ما انتبهت لعاش المهم انا اني خدمت بعقدة السحرية الحلقة السحرية فون وخدمت ترتير زيد السلاسل betting احسبتون عمود او كان نخدم مع عميدة اه كما كتلاحظو اهم ام ماذا بااا باااا بلفة واحدة اعمود بلافة هنا الان انا غضي ينخدم اه اااا باااا 27-26 ااا اام عمود ها هاا مسته وعشرين اعمود باااا Commissioner نجر الخيط نتع الحلقة ديالي باش تسد وغادي نجمع الأطراف بمنزلقة كما كالعادة بالنسبة للبنات اللي متبين معايا فهما عارفين الطريقة انتع البداية والنهاية هنا قدرت رتيفها انتع ثلاثة السلسل وزيت غرزة أخرى كنمشي الغرزة البعد موالية كندير عمود غرزة سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة هكتا غادي نمشي على طول الدائرة اللي عندي عمود سلسلة عمود سلسلة بدون ما غادي نقز حتى عمود من الأعمدة اللي درسون في السطر الاول بعد الشكل هدا كما غا تلاحظو سوف هنا هنا غادي نسد الدور ديالي بمنزلقة وغادي تكون الدور ديالي تسد في السلسلة رقب ثلاثة لان غادي نمشي لهذاك الفراغ وغادي ندير فيه اثنان حشو من بعد الفراغ الثاني اثنان حشو وهكدا غادي نمشي على الدور التاعي الثالث كامل غادي نمشي وحشو في كل فراغ اثنان حشو سوفي انا غادي نكمل الدائرة كاملة كملت الدائرة كاملة بلعت العمود بلعت الدور ديالي بمنزلقة وغادي ندير الارتفاع ثلاث سلاسل ومبعد عمود في نفس المكان اللي خدمت فيه الارتفاع غادي نخدم فيه عمود بعد اربع سلاسل ثلاثة اربعة بعد غادي ننقذ الجوج نتع الغرز ونخدم في الغرزة رقم ثلاثة نخدم نصف العمود ما نكملوش ونزيد عمود اخر في نفس المكان ندير الجوج نتع الاعميدة ونجمعهم يعني هناك نجمع الاعميدة ثانية في الثالثة نخدم نصف العمود ما نساليهش ونزيد في نفس المكان نصف عمود اخر ونساليه ونضي الربعة سلاسل في الغرزة الثالثة دائما نخدم جوج نتع الاعميدة ولكن ما نكملوش العمود الاول كندرو بحل التنقيس بحل الطريقة تتنقيس الغرز صافي هادي هي الطريقة غدي نمشي اليها كاملة ننظر على الدائرة ديالي كاملة بها الطريقة كما كتلاحظوا الآن غادي نصد العمل ديالي بعد ما حسبنا الشحال عندنا غادي يكون عندنا سبعة وعشرين عمود او سبعة وعشرين مجموعة لكل مجموعة فيها جوج نتع الاعميدة سبعة وشرين مجموعة هكذا كننسدو العمل بمونزا لقاء وكنمشي الفراغ لهادوك الاربعين تاع السلاسل وكننخدم فوقهم خمسة انتاع غرز حشو نمشي الفراغ تاني او الاربعين تاع السلاسل وكننخدم غرز حشو خمس غرز حشو نكمل على دور انتاعي نكمل على الدورة كاملة انتاع هذك الدائرة اللي عندي بها الطريقة غادي يجي الشكل ديالها غادي نكمل الدورة كاملة وغادي نتلقى وانبعد سافي انا هنا سالية العمل ديالي غادي نسد العمل بمونزا لقاء كما كتلاحظو وانبعد غادي نحيد الخيط حسافي ما بقيتش محتاجاتو بالنسبة هنا الخيط انا ما وريتولكمش وهو عبارة عن الكوردون يعني كيكون الخيط ارقاق بالنسبة للدوائر الدوائر انا هنا استعملت 25 دائرة انتم ما تقدروا لا بغتو تكبروا الشكل تزيدوا وعدد الدوائر بغتو تنقصوا بغتو تدروه صغير تنقصوا المهم انه يكون عدد فردي فهنا يا غادي انا جمعت كاملين للدوائر بقاولي هادو ثلاثة انا غادي نوريكم الطريقة باش جمعتو كان مبعد ما كان ستف يعني وريتكم الطريقة غادي نديرنا نجمحو كان قلب العمل ديالي على الضهر دياله وكان اخد اليبراء والخيط وكان اخد الغرز الغرز الحشو اللي كانوا عندي في الآخر هما اللي غادي نجمحهم بالخيط سوف هكذا كما تلاحظو كان احتكن احتها وناخد لها القياسات ديالها باش ما تجيش خرج على المكان ديالها او لا تجي وركبها فوق الدائرة الاخرى فهنا يا كان اخد انتكن نشوف لها المكان ديالها المخصص ساعد كان اخد الخيط اللي برا وكان لسقها سوف هكذا كان مشيت الثانية لسقتها كما كتلاحظو ذاك الخيط اللي انا ما كان عقدش الخيط كان خليه مطلوق ومبعد كان جمع فوقه الخياطة ممكن يكون خيط الدائرتين كان لسقهم كي يجي ذاك الخيط ما بيناته ما كده ما يقدرش يتحيل سوف يكن سالي كان رجع من وسط العمل باش تبقى الخدمة من فينياء في مرة واحدة ما مبقاش نخدم ونرجع من فيني هاد هي الطريقة انت عامل هاد الدوائر هو الشكل الجزوين صراحة خاصو يتحدد كي تسالي حديه بالحديد سوف يجي زوين كي يبقى مطلوق وخفيف ما يجيش خشين شوية حيث الخيط رقيق سوف هاد هو الفيديو دينا نتمنعنا الفيديو اللي كنا لإعجابكم وما تبخلوش عياب لايك واشتراك وبرتاجيو الفيديو مع الأصحاب ديلكم في الجروبات اللي كتخدموا فيهم باش الكل يستفد إن شاء الله خليتكم في أمان الله وإلى الملتقى إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة